استجواب الأول لوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ويتكون هذا الاستجواب من محور واحد عدم احترام المادة 99 من الدستور والمادة 121 من لاحظة داخلية لمجلس الأمة وأيضاً تقدمت في استجواب آخر لوزير المالية أيضاً يتكون من محور واحد فقط وهذا المحور هو عدم احترام المادة 99 من الدستور والمادة 123 من اللائحة الداخلية طبعاً سيتم دراجهم في الجلسة القادمة وتمنى أن يكون الوزراء قادرين على مواجهة الاستجواب هذا البسيط من محور واحد ولا يحتاج إلى جهد من الوزراء لمواجهة هذا الاستجواب وأعتقد بنفس الجلسة بإمكاننا يحضر الوزير ويطلب بدل استجواب ومواجهته ما يحتاج منه لا جهد ولا الوزير الخارجية ولا الوزير المالية لكل يعلم الآن لا توجد جلسات في مجلس الأمة وتم تعطيلها اليوم 25 وللأسف أن هذا مخالف لنص اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لأن الجلسات تعقد كل ثلاثة واربعة كل أسبوعين وللأسف الأخ رئيس مجلس الأمة خالف نص اللائحة